استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتحة وفي بيان أوضحت وزارة الخارجية أن لقاء تناول آخر المستجدات على الصحة الفلسطينية حيث وقام فتوح باستعراض نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطينية وأهم قراراته كما استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التدهر الشديد والمتسارع للأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة وتصاعد وطيرة أعمال العنف والاقتحامات ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي تستهدف الأماكن المقدسة في القدس الشريفة هذا وقد أكد شكري دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية ووقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية كما أعرب شكري عن قلق مصر البالغ من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالية على الجهود التي تبدلها مصر من أجل تدبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلامة ترجمة نانسي قنقر